اشتكى مواطنون وأصحاب محالة تجارية في المدينة الصناعية في مدينة إربد من تهالك الطرق الفرعية هناك المزيد في التقرير التالي يشكو أصحاب المحالة التجارية في المدينة الصناعية في مدينة إربد من ترد البنى التحتية وتهالك الطرق الفرعية أمام محالهم التجارية ويقول التجار إن طرق المدينة الصناعية التي يستخدمها يوميا عشرات المواطنين من كافة محافظات الشمال بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل المدينة الصناعية وضحة مزري جدا عدا كونها فيش شغل إنه الشوارع محفرة وفيش شارع إلا محفر وهذا بيأثر على السيارات يعني مسامير محفرة وأثناء الشتاء المطار بتلاقي كل الشوارع معبئة مية وبتخطص السيارات في المي وفي الجوار وهذا بيأثر على السيارات وعلى عجال السيارات الشوارع كثير مكسرة بالشتوية الشوارع بالتعب بجوار مية كبيرة وفيه اعتداد كثير على الأرصفة وحتى مش مقدم أقل إش اللي هو دورات مياه للمدينة الصناعية ما فيها مدير دائرة الأشغال الهندسية في بلدية إربد الكبرى أكد أن البلدية أعدت خطة لتوسيع الشبكة وتعبيد كافة شوارع المدينة الصناعية العامة الحالية سيتم تنفيذ أعمال تصريف مياه بعض تصريف مياه الأمطار في بعض الشوارع ومن ثم إعادة تهييل بعض الشوارع الرئيسية اللي بحاجة واللي لمست البلدية من خلال مطالبات المواطنين صحيح هي مدينة الصناعية فيه جزء مليح فيها شبكة تصريف مياه الأمطار لأن الحاجة الآن بدت واضحة للتوسع في هذه الشبكة وضم بعض الشوارع الرئيسية اللي هي في المنطقة الغربية وأجزاء من الشوارع الشمالية من المدينة الصناعية لخطة تصريف مياه الأمطار وضمها للشبكة الموجودة أصلاً أبين وعود الجهاد الرسمية وترد الواقع على الأرض يبقى المواطنون والتجار في المنطقة الصناعية بانتظار إعادة أهيل الطرق في إحدى أهم المناطق الاقتصادية للمحافظة